مرحبا بكم اليوم نعمل وصفة جديدة دجاج نباتي هو للنباتيين كتير هو روعة كبديل يلا روعة الوصف الفطر نجيب على البيت فطر معلبة كمية الفطر هي اختيارة نضحن الفطر بالماء وإذا عندكم حساسية من مواد الحافظة ممكن نغسلها ونعبيها ماء من الصنبور نضحنها نعمة هيك أصبحت جاهزة ممكن نستخدم الفطر الفريش بنوضعه بماء يغلي لمدة تقريبا نص ساعة بنوضعه بالخلاط ونضحنه ناعم نفس الشيء نستخدم دقيق لكل الاستخدامات الكمية حسب الحاجة نضيفه تدريجيا كل النشل في الدقيق سنرفعه سيفضل معنا فقط البروتين تابعوا الوصفة لأنها هي بسيطة وسهلة المهم تتابعوا تفاصيل يجب أن تكون العجنة جافة مثل ما أنتم شايفين ماء الساخن نوضع العجنة بالماء الساخن نتركها لمدة 10 دقائق بعد 10 دقائق بالماء الساخن نعجن العجنة بالماء البارد لتخلص من النشا نعجنها جيد تخلص من النشا اكتبوا إلي بالتعليقات رأيكم إذا بعد التخلص من النشا هل تصبح مناسبة للكيتو دايت أم لا اكتبوا إلي رأيكم بالتعليقات هيك بنكرر بنغير المية عنها مثل ما أنتم شايفين كيف النشا كله بنطلع كل النشا بنقوم بتغيير الماء تقريبا خمس مرات حتى نتخلص من كل النشا بفضل فقط البروتين معنا نتخلص من الماء قدر الإمكان نتخلص من الماء قدر الإمكان نصفيها شايفين كيف النشا كل النشا موجود المية كل راح تقريبا غيرت الماء خمس مرات نعجنها قليل يعني حتى تتماسك نوعا ما مش حتى تتماسك هي مية بالمية ولكن نوضع القدر على النار ونوضع التوابل نوضع السوم تقريبا خمس ستنان سوم وراس بصل مفروم نترك الحساء يغلي لمدة ثلاثين دقيقة ومعلقة كبيرة ملح معلقة صغيرة فلفل أسود نضيف معلقتين كبار صلصة الصوية بعد ثلاثين دقيقة نوضع اللحم الحجم اختياره هو الحجم وعملوا الحجم المناسب لكم نتركها على النار ثلاثين دقيقة يعني حتى تنضج هيك بعد ثلاثين دقيقة نوضعها بالزيت منقليها او بالفرن هذا اختيار نتعامل معها مثل اللحم ممكن شوي ممكن بالزبدة ممكن بالزيت حسب زوجكم ممكن نعملها مثل هيك نوضعها بالفرن نتعامل معها مثل اللحمة وهي مليئة بالبروتين يعني احنا تخلصنا من كل الناشط تخلصنا فهذا المعنى الفطر والبروتين تبع الدقيق هيك اصبحت جاهزة ممكن نوضع حمص نوضع خضار حسب زوجكم كتير هي روعة وكتير هي مميزة للنباتيين وكتير مغزية هذا شكلها كتير هي روعة مميزة وهذا مشويل يشوي هاد من الفرن طلعناها قلينا نتزوقها كتير هو روعة للنباتيين هو بديل اللحم في امان الله